أصدرت أمس مع مجموعة من النواب الأفاضل بياناً أردنا من خلاله وضع معيار أساسي للتعاون مع الحكومة القادمة في ملفات جزء منها يختص بأولويات تشريعية كقانون الانتخاب وغيره من القوانين وجزء آخر يختص بجوانب رقابية ممثلة ببعض القضايا المتعلقة بالمال العام وأيضاً أشرنا في البيان لجانب سياسي مهم وهو يختص بضرورة وضع المصالحة الوطنية على سكة الحل الحين ما راح أقول الكرة في ملعب الحكومة القادمة اللي راح أقول أن البيان على طاولة الحكومة القادمة وننتظر منها خطوات إيجابية بهذا الشأن وأول هذه الخطوات المنتظرة يأتي في التشكيل القادم أن يأتي بشخصيات قادرة على إدارة الملفات العالقة وقادرة أيضاً على مواجهة الرأي العام وإقناعه بكفاءتها قادرة على إعلان برنامج عمل وعلى إنجازه أيضاً ننتظر حكومة بشخصيات بعيدة عن خارطة المحاصصة وقريبة من معيار الكفاءة والأمانة البيان اللي صدر أمس وأنا لست متحدثاً بالنيابة عن الأخوة الموقعين عليه بل أعرض وجهة نظري خاصة هو ليس عبارة عن قائمة محتكرة أو مغلقة بل كل نائب يتفق مع ما جاء فيه يعتبر نفسه جزءاً من هذا البيان لو لم يكن موقعاً عليه في النهاية أؤكد من جهتي بأن البيانة كان واضحاً في سياقه كان الهدف منه واضحاً أيضاً وهو إيجاد أرضية عمل مشتركة بين الأطراف كلها بالاستثناء ولعلنا نخرج في الأخير نواباً وحكومة بإنجازات تعيد الأمل وتفتح الأفق